وهنا كلمتين وهنا كلمتين الصوت عالي أياً كانت النتيجة عايزك توصف لي نفسياً في الحالة دي وصف لي العيال وهم في سن كام يبقى تأثير دا إيه عليهم لما أطفال تشوف مثلاً أب بيدرب أمهم وهم من سن كام تبدأ تتلخبط نفسيته بطفل ست أسابيع نعم وهو جنين بيبدأ يحس جميع الدراسات اللي اتعملت في علم النفس التطوري وعلم نفس النمو أكدت بما لا يدع مجال الشك إن الجنين مهما كان نوعه بيبدأ يتأثر بالحالة النفسية للأم اللي هي أوريدي بتتأثر بالحالة النفسية المحيطة من وهم أجنة وكتير جداً من الاضطرابات النفسية لما بنيجي نحلل أسبابها ومكوناتها الأساسية بتعود لرؤية مشاهد عنف وممارسة جسدية ما بين الوالدين حتى وإن كانت الممارسات الحميمة يفسرها الأبناء غالباً على إنها اعتداء جسدي طيب يعني ده دي تركيبة أو تفصيلة يعني علمية مش بسهولة حد يتقبلها لكن هو شايف إمتى يبدأ يحس إنه فيه مشكلة أن البيت اللي أنا عايشه ده مش طبيعي اللي بيحصل يعني طبيعي أنهم يزعقوا البعض وطبيعي أنهم يتخنقوا ما أنا قلتلك ما أنا قلتلك ما يعني رو الزناي يعني الحاجات اللي هي الطبعية دي لكن إمتى الطفل يبدأ يتوقف يقول مش دي الحياة الطبعية يعني أنا متدايق يحس إنه هو متدايق اللي بيحصل ما بين أمه وأبوه خلينا نقول هو بيحس إنسيكيورد هو غير آمن وبيبدأ يحس الإحساس ده ثلاث مرات في أول ست سنين من عمره المرة الأولى اللي بترجه وتهزه بيكون في السنة التانية بداية السنة التانية اللي هي بعد صدمة الفطام والمرة التانية في بداية السنة الرابعة بعد ما يتعلم عملية الإخراج وكيفية الحفاظ على نفسه بعدها والمرة التالتة مع بداية دخول المدرسة سن الست سنوات في حاجة مهمة جدا كتير من الناس لما بتيجي تسأل السؤال بتستغرب لما نقول الإجابة زي إيه اللي يخلي شاب في مقتبل العمر في بداية الجامعة أو في نهاية مرحلة سنوي أو قبلها يبقى عرضة للتطرف ويروح لمجموعة تقول له تعالى إحنا أهلك وناسك وعشرتك تمام إحنا اللي هنقف جنبك ونسندك ونساعدك ونقامن بيك ونقامن ليك إيه؟ العنف الأسري في الأسر المصرية والعربية ياه لأنه بيعمل له حالة انطواء أو ما بيلاقيش اهتمام من أب وأم فبيلاقي ناس تاني بتركيبة تانية بتحتضلهم يا ريت ما بيلاقيش اهتمام بس أم والإيه؟ الطفل عادة بيتغزع المشاعر لأنه بريء وبيحتاج اهتمام أكتر المشاعر دي هي بالنسبة له الأكل والشرب ولنتخيل إن إحنا حرمناه من المشاعر